بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراف مستقيم تنزينة العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنهر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أهسنهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغنانا فهي إلى الأغطال فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وبتنخن فيهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أخصيناهم في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القعية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إنا بشر مثنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إنا تغذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البناه المبين قالوا إنا تطيتنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا منا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا أعبد الذي ففرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن ببر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذن في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إذنا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلك نعطب لهم من القرور لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كننما جميع ندينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت سؤيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كنها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم النيل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقردنها ذلك تقدين عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغينها أن تدرك القمر ونالنيل سابق النهار وكل في فنكي يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إنا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قين لهم انتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعنكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إنا كانوا عنها معلوبين وإذا قين لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفرون الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إنا في ظنان مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إنا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وشدق المرسلون إن كانت إنا صيحة واحدة فإذا هم جميع ندينا محضرون فاليومنا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إنا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال العنى الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلام قولا مفرب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيخان إنه نكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا خراق مستقيم وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ إِشْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكنمنا أيديهم وَتَشْهَدُ أَوْجُنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْنَ شَاءُنَ طَمَسْنَا عَلَى أَعْونِهِمْ فَاسْتَبَغُوا الصِّرَافَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ وَلَوْنَ شَاءُنَ مَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَفَاؤُوا مُضِيًّا وَهَا يَوْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِنُونَ وَمَا عَنَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَيْنَهُ إِنْهُ وَإِنَّا ذِكْرًا وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقًا كَوْنُ عَنَا النْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَانِكُونَ وَذَنَّنَّا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُنُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَبَشَارِفُ أَفَنَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ النَّهِ آلِهَةً لَعَنَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محضرون فَنَا يَغْزُنْكَ قَوْنُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُّبِينٌ وَضُرُبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّنَ مَرَّةٌ وَهُوَ بِكُنِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجل الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَنَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَنَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَنَكُمْ تُكُدْنِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُبْجَعُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم